التاقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين لاستعراض أهم مستجدات الموقف الحالي للأعمال والمشروعات الاستراتيجية والاستثمارية الجاري تنفيذها بالمنطقة وخلال اللقاء تم التأكيد على جاهزية المنطقة الاقتصادية بحزن من المزايا التي تقدمها للعديد من القطاعات والمستثمرين وفي هذا الإطار تم عرض أهم نتائج الجهود الترويجية للمنطقة الاقتصادية والتي أثمرت عن تعاقدات ومشروعات في المناطق الصناعية من بينها 46 مشروعا حاصلا على موافقات نهائية و43 مشروعا حاصلا على موافقات مبدئية بالإضافة إلى تأسيس 54 شركة بالمنطقة